السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شباب على قناة إلكتروني وموقع إلكتروني دت نت معكم محمد بسيمي وأحب أبارك لكم جميعاً ولو متأخر شوي بشهر رمضان المبارك أنا كنت في رحلة عمل في الفترة اللي فاتت لذلك ما كان عندي فرصة كبيرة أني أنزل فيديوهات أو أبارك لكم في الشهر على القناة إلا هذه فأقول لكم بارك عليكم الشهر وكل عام وأنتم بخير اليوم راح أستعرض لكم منتج جديد عبارة عن كاميرا رياضية واللي يميزها أن سعرها معقول جداً بالرخيص وممكن تناسب كثيرين منكم وهي تشبه كاميرا رياضية ثانية بقول لكم عنها طبعاً الكاميرا اللي معاي اليوم هي تشام برو من شركة جينيكس وهي تشبه كاميراة جو برو المشهورة لدرجة كبيرة جداً لكن بربع السعر تقريباً ويجي معها مجموعة كبيرة من الاكسسوارات راح أستعرض لكم إياها إن شاء الله في حلقة هذا اليوم الكاميرا زي ما ذكرت يجي معها مجموعة كبيرة من الاكسسوارات والرهيب في الموضوع إن كل هذه الاكسسوارات ما يحتاج تشتريها بشكل منفصل راح تجي في العلبة الخاصة بالكاميرا ومعاها وبنفس السعر اللي هي تجي فيه ما راح يحتاج تشتريها بشكل منفصل وبشرح لكم عن أهم هذه الاكسسوارات لعنا عددها كبير ما شاء الله طبعاً أول شي وهو أصلاً يعني شي يجي مع الكاميرات الرياضية بالعادة اللي من هالنوع اللي هو مثل البيت بلاستيك وشفاف ومقفل بشكل محكم جداً ليش؟ لأن هذا البيت راح يحميها من أي عوامل خارجية سواء نتكلم عن أتربة عن غبار أو عن الماء وهو أهم شي طبعاً وبما أننا نتحدث عن الماء فهذه الكاميرا تقدر تغوص حتى 30 متر وتصور تحت الماء بكل سهولة الكاميرا أيضاً يجي معها مجموعة من القواعد القواعد هذه طبعاً تقدر تركب عليها الاكسسوارات وكبعضها يعني ما هي اكسسوار يشتغل لحاله كل واحد ممكن تركب أكثر من اكسسوار على بعض عشان تحصل على الشي اللي ينتبهها فهذول الاكسسوارين اللي هنا مميزين جداً لأنه ممكن تستخدمهم للتركيب على الستاند أو سواء الستاند مايكروفون أو استاند كاميرا تقدر تستخدم هذه الاكسسوارات عشان تثبت الكاميرا الشام برو على الستاندات الأخرى اللي ممكن أنت تكون تملكها حالياً أيضاً عندنا مجموعة من القواعد هذه القواعد تعتبر من القواعد الصغيرة طبعاً عندنا واحد مسطح واحد ثاني مايل يعني مايل كذا بحيث انك ممكن مثلاً يكون عندك سطح غير ثابت أو سطح يعني مايل مثل مثلاً الخوذة تقدر تركب عليه هذا الشيء ومعه أيضاً من نوع 3M استيكر عشان تقدر تلصقها طبعاً هذا الاستيكر قوي جداً فإذا ثبتت عليه وكنت مثلاً على دراجة أو على مثلاً قاعد تتحرك بشكل سريع ما رح يسقط بشكل سهولة كبيرة فهذه أيضاً اسمها الكويك ريليس ليش؟ يعني كويك ريليس يعني تقدر تركبها وتفكها بشكل سريع جداً بدون ما تتسختم سكروب أو أشياء ثانية مجرد أنك تضغط عليها رح تلصق هي بنفسها رح تثبت قوية جداً طبعاً أحياناً بتحس أنها بتنكسر وتقدر تفكها وتثبتها طبعاً بالضغط من الجانبين ورح يتفك معك نفس الكويك ريليس يجي مننا نوع أيضاً ثاني هذا مخصص رح يجي معه زي الجسم إضافي للكاميرا هذا الجسم رح يساعدك إذا كنت بتصور عن طريق أو أنك تثبتها على السيارة لأن السيارة بتكون تمشي بسرعة كبيرة جداً فهذا رح يثبت الكاميرا بشكل أكبر من المثبتات الثانية أو الأكسسوارات الثانية اللي موجودة معك فهذا الجسم أو زي ما نقول الذرع رح يكون للاستخدام أثناء التصوير ونتع السيارة هذا الأكسسوار أيضاً مألوف جداً على الدراجة مثلاً تقدر تثبتها على الدراجة مجرد تفكها طبعاً رح يكون كذا إذا فكيتها بحيث أنها يتوسع وتقدر تدخلها مثلاً من الطرف اليمين أو اليسار للدراجة وتثبتها على الدراجة وتستخدمها وانت قاعد مثلاً تقود دراجتك داخل المدينة أو في الأفرود وبساعدك يعني بثبت بطريقة ممتازة على الدراجة أحسن من أنك تستخدم الاستيكر أو طريقة ثانية ممكن ما تكون بنفسه ثبات أو ما عندك سطح كافي على الدراجة بحيث أنك تستخدم عليه الاستيكر طبعاً هذا يمكن منظره مألوف ممكن تستخدمه داخل السيارة ومش خارج السيارة فتقدر تثبته على الزجاج العمامي للسيارة أو أي سطح ممكن يكون ناعم مثل الزجاج السيارة يتبت عليه عن طريق البلاستيك هذا فتقدر تثبته عن طريق هذا الاكسسوار وتقدر بعدين تستخدم مجموعة الاكسسوارات الثانية عشان تشبك فيه الجسم الخاص بالكاميرا وتتبتع وتبدأ تصور في المكان اللي انتبغى فيه أيضاً الكاميرا تجي معه اكسسوارات أو مو اكسسوارات يعني مثلاً زي ما تقوله سبير للأشياء اللي موجودة عندك مثل الغطاء هذا الزجاجي الخاص بالبيت الخاص بالكاميرا وأيضاً الواجهة حقه الكاميرا فيه لونين فيه فضي وفيه ذهبي يجون بشكل مجاني مع الجهاز وفوق كده فيه بطارية اضافية طبعاً بطارية الجهاز ممكن تستمر اكثر من ساعة سبعين دقيقة تحديداً وفيه بطارية ثانية معه بحيث انك ممكن تشحن بطاريتين وتاخذهم معك بحيث اذا كنت في مكان مثلاً وقاعد تصور بوسط الأكشن أو بوسط رياض تقاعد تمارسها وخلصت عليك البطارية وما تبي تنتظر على تشحن مرة ثانية تبدلها على طول بالبطارية الثانية اللي موجودة معاك تكون شاحنها مسبقاً وتبدأ وتكمل تصويرك عادي بدون ما تتوقف الكاميرا طبعاً تحتوي على منفذ اس دي كار تقدر تستخدم حتى 32 جيجا بايت على حسب كلام الشركة احنا جربنا 64 جيجا بايت كارت واشتغل معنا فهذا شي جميل يعني نقدر نصور اكثر معناته في فتح او منفذ مايكرو اتش دي اماي اذا تبقى تشوف اللقطات مباشرة على التلفزيون مثلاً ايضاً الكاميرا ممكن تشبكها بجوالك عن طريق تطبيق خاص فبدل ما تستخدم الشاشة اللي موجودة على الكاميرا نفسها هنا في شاشة صغيرة او اذا انت مثلاً كنت مثبت الكاميرا في مكان ثاني وما تقدر تشوف اشي قاعد تصور تقدر تشبكها بجوالك عن طريق التطبيق والتطبيق راح يوريك ايش الكاميرا قاعدة تصور في ذيك اللحظة فهذا شي يعني اعتبره مفيد جداً خصوصاً كلنا يحمل معه اجهزة ذكية هذه الايام الكاميرا دقتها 12 ميجابيكسل وايضاً تقدر تصور بوضوح وكثافة 1080p هذا تصوير الكاميرا 1080p طبعاً 30 اطار واذا تبغى 720p راح يكون 60 اطار الكاميرا سعرها الاصلي 750 ريال لكنها نحن متوفرة ب 599 ريال عرض خاص على رابط موقع سوق.com اللي بنحطه لكم تحت في اسفل الدسكريبشن الخاص بهذا الفيديو فاذا هذه كاميرا تشام برو كاميرا شبيهة جداً كاميرا تكوبرو رياضية لكن بسعر اقل بكثير متوفرة حالياً في سوق.com ومجموعة من المحلات الاخرى واذا كنت فعلاً ودك مثلاً تجرب الكاميرا الرياضية بس ما كنت تبي تدفع مبالغ عالي وفوق الالف ريال واكثر وما تبي تشتري كل هذه الاكتسوارات بشكل منفصل هذه كاميرا يجمعها كل شي ممكن تكون كويسة للاشخاص المبتدئين اللي ودهم يبتدئون في هذا المجال وودهم يجربون ويشوفون الكاميرا من مميزاتها على الكاميرات الثانية انها تصور بزاوية او مجال واسع جداً يعني نتكلم عن مئة وسبعين درجة لذلك حتى وانت تصور من مكان قريب تقدر تشوف صورة واسعة جداً هذه من مزايا الكاميرات الرياضية فاتمنى ان يكون للسعرات عجبكم كان معاكم محمد الوسيمي واشوفكم في اذن الله في فيديو قادم على قناة موقع الالكترالي مع السلامة اشتركوا في القناة